بعد غياب لأجهر عادت الحكومة إلى عدن عودة يلفها الكثير من الغموض والأسئلة عن مستقبل الوضع السياسي والعسكري في الجنوب خاصة بعد تغير المشهد وحضور السعودية كفاعل رئيسي في المعادلة جنوبا رئيس الوزراء معين عبد الملك قال إن عودة الحكومة قد تكون الخطوة الأولى في اتفاق الرياض لكن المرحلة تحتاج خطوات جدية وحقيقية من كل الأطراف معين عبد الملك شدد على ضرورة الفصل بين مساحة التنفس السياسي ومؤسسات الدولة والمصالحة العامة داعيا الجميع إلى العمل بجدية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار وإعلاء المصلحة العامة لكن المراقبين وجدوا أن على الحكومة أولا الوقوف أمام الإجراءات المتعلقة بالإصلاحات العسكرية التي تعتبر من أكثر ملفات الجنوب تعقيدا منذ التمرد على الحكومة وخروجها إلى الرياض اتفاق الرياض وفي أهم نقاطه نص على عودة جميع القوات إلى مواقعها وأن تحل محلها قوات الأمن المحلية وتسلم الأسلحة من جميع المعسكرات إلى معسكرات تابعة للتحالف خلال 15 يوما من تاريخ التوقيع أنتهت في العشرين من الشهر الجاري بيد أن الوضع في عدن لم يتغير إلى حد كبير حيث لا تزال المناوشات والإشكالات الأمنية قائمة وهو ما استدعى تأخر عودة الحكومة لأزيد من أسبوع منذ التوقيع على الاتفاق تساؤلات عديدة إذن تلف المشهد عن حقيقة تحركات السعودية لتسوية الأرض السياسية في الجنوب ومطالبات عديدة لحل جميع إشكاليات الجنوب بشكل جذري وبطريقة لا تعيد تدوير الأزمات